وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السلع الرسمي وتمكنت الوزارة من ضبط 447 قضية تموينية بمضبطات تقدر ب92 طن مواد غذائية خلال 24 ساعة وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 20 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السلع الرسمي تم ضبط 71 طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 712 قضية من بينها 195 قضية خبز ناقص الوزن و177 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح فتم ضبط 20 قضية بمضبطات بلغت 117 طن أقماح